جزء المتعلق بقيمة الفريق والعناصر اللي هيتم دعمها النهاردة عشان المباراة الودي عايزة أطمنكم على وسام أبو علي وسام أبو علي لعب مباراة فلسطين ولبنان ظهر بشكل كويس جدا فلسطين عندها مباراة تانية مع أستراليا ولكن وسام مش هيلحق المباراة تانية ومش هيكون موجود مع فلسطين أمام أستراليا لأن وسام حسب التشخيص المبدئي واللي أعلن عنه دكتور أحمد جبالة طبيب فريق النازل آلي أن وسام أبو علي اشتكى أو إصابته عبارة عن التواء في الكاحل وكدمة في مشت القدم كمان ما تمش الإعلان عن تاريخ عودة اللعب ودي نقطة أنا عارف الناس كلها بتبقى تهمها حكتين عايزة تعرف طبيعة الإصابة وهيرجع إمتى طيب التواء الكاحل كدمة في مشت القدم مش هنتكلم في تاريخ العودة لأن أكيد في برنامج تأهيلي في موضوع التواء الكاحل لو أنت حاطت أسبوعين ممكن يلاعب بعد عشر تيام يكون جاهز وأنا واضح أن فيه فلسفة دايما عند دوتو رحمة جبالة ما بيحبش يدي تاريخ زمانية ولكن بينه ومن المدير الفني مرس الكولر فيه تاريخ زمانية يعني هو بيقول له خد بالك وسامش هيكون جاهز مثلا يعني سيد بدي مثال قبل واحد سبعة يعمل حسابه على كده مصر في الفترة دي هو طبعا مش هيعلن ده للإعلام ولكن في الفترة دي وأثناء مشاركة اللاعب في التدريبات التأهلية وبدأ جاهز قبل التاريخ ده هيعلنه مدى جاهزية وسام أبو علي لكن مش هيبقى معلن للإعلام مدة غياب اللاعب ولكن الجهاز الفني بيبقى عارف عشان يحضر البدائل أو يحضر العناصر ممكن يعتمد عليها في المباراة القادمة في الدولة يعني مثلا إصابة وسام دي لو هتاخد مثلا 21 يوم غياب فانت تعمل حسابك من تاريخ 8-6 لـ 29-6 في عدد مباراة في الفترة دي في الفترة دي هيتم تحضير لعبين آخرين لشغل مركز الهجوم بدلا من وسام أبو علي أبرزهم مثلا كهرباء أبرزهم مثلا عناصر ممكن يدفع بيها أنتوني مودس عناصر تانية ممكن يدفع بيها في الفترة اللي جاية ولكن أكيد في برنامج تأهيلي في متابعة علاجية وتدريبات تأهيلية الفترة الجاه لوسام لعل لو عاست إن شاء الله تكون مدة أصغر من كده أو أقل من كده عشان يكون جاهز للفترة اللي جاية انت داخل على مباراة صعبة جدا هتلعب مع فاركو هتلعب مع الاتحاد هتلعب مع الزمالك يوم 25-6 مباراة مهمة جدا في الدور العام في مباراة مؤجلات من الدور الأول ولكن طبعا عارفين أن المؤجلات دلوقتي بالنسبة لنا مش هتفرع عشان المشوار الإفريقي كده كده الأهل يحمل اللقم ولكن المباراة المؤجلات مهمة عشان الثلاث نقاط عشان الصدارة ضغط مباراة كبير جدا فإن شاء الله بإذن الله لأن نادي الأهل يكون جاهز في الفترة اللي جاية في تواصل على فكرة تم ما بين الجهاز الطبي لنادي الأهل مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ونتمنى السلام إن شاء الله لوسام أبو علي وفي نفس الوقت كمان عايز أبارك لمنتخب فلسطين تأهله إلى كأس الأمم الأسيوية بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات وبإذن الله نتمنى له يعني مشوار أقوى وأفضل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة اللي جاية ده جانب